اشتركوا في القناة فيما تحمله مملكة البحرين من قيم إنسانية تتمثل في الانفتاح على الثقافات المختلفة والتعايش بين جميع مكونات المجتمع الأمر الذي يعكس الصورة المشرقة للبحرين بوصفها دولة عربية عملت على تحقيق واحترام حقوق الإنسان والأفراد وساهمت في تمكين المرأة في المجتمع معربا عن اعتزازه بالنموذج المشرق للبحرين مشيرا إلى أن مملكة البحرين دولة لابد من الافتخار بها وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعدد من أفراد الجالية التونسية في البحرين حيث وشار إلى ارتياحه وسعادته بالتسهيلات التي تقدمها البحرين للجالية التونسية وحثهم على الاستمرار في نقل الصورة الإيجابية لتونس مذكرا بأن من أساسيات تقدم التونس اليوم هو تنمية الموارد البشرية والاهتمام بالعنصر البشري في مواقع العمل وقال الرئيس التونسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية بين تونس والبحرين من خلال تكثيف التعاون بين البلدين لا سيما مع وجود القاعدة السليمة وتاريخ العلاقات الثنائية الذي يمتد من عهد الأمير الراحل الشيخ حيس بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى ترجمة نانسي قنقر